ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ماروك أخبار الطماطم إلى الانخفاض مخاطبا الصحفيين حتى لا أقول في ظرف يومين وتحاسبونني الأسبوع المقبل وأوضح بيتاس أن المهم هو أن الإنتاج إن لم يكن يفوق الطلب فهو يوازيه مضيفا أنا حين أتحدث الأسبوع الماضي الانخفاض في ظرف يومين تحدث عن سوق الجملة في إنزقان لكن هناك مجموعة من الوسط ولا معنى أن تكون ماطيشة بخمسة دراهم في إنزقان وتبعف الرباط بإطنى عشر درهم لا يمكن راح ماطيشة التي تكلمنا عليها راح اليوم في الأسواق الأوروبية اللي كانت كيف ما نقوله كتشرط بيش تأخذ واحد النوع معين في واحد الكاليبر معين في واحد النوع معين في واحد اللون معين الآن يوم كل شيء يمشي و يمشي بيئات مالية التي تصل إلى أورو خمسين و يناب بعض الأحيان التي تصل إلى أكثر و بعض المرات يسير حسب الأسواق تصل إلى أقل أنا من هنا تكلمت الأسبوع الماضي و كانت تكلمت على سوق الجملة على إنزقان الذي يعرف واحد النخفاض ولكن من هناك يدخل واحد المجموعة الوسطة لأنه لدينا حتى معنى أنه في إنزقان تعمل ماطيشة خمسة درهم و تتبعف الرباط بطنعشة درهم لا يمكن إلى التباعة في إنزقان يجب أن نقل كلفة النقل من إنزقان للرباط و انتهى الكلام بما أن يجب أن تبعف الرباط بين سبعة و ثمانية درهم يكون فيها مارجية للرباح و يكون فيها مارجية للنقل تعدد الوسطة وهذا هو مشكل الذي ستطرح دائما إلى ما صلحنا هذا المنظومة للأسواق الجملة من السزيلها الحمد لله دعونا نتكلم لك على ما يمكن للحكومة أن تتدخل فيه تدخل في الإنتاج الإنتاج وافير تدخل على مستوى أنه تدير بعض الريقلاج هنا و هنا وتصدير ما يكونش باحد الكتفة كبيرة و انتدخلوا باش يكون السعر في المتنوض المواطنين هذا شيء يتعمل و يتدال و صرح به وزير الفلاحة و المهنيين صرحوا و كانت اجتماعات متتالية هذا المرحلة في السنة لأنها تكون درجة الحرارة شوية من خافضة كتكون برودة ماطيشة مكتبش بسرعة بالإضافة إلى أن المنطقة التي تعطيها للسوق الوطني بنيسبة 90% هي منطقة ديالسوس لماذا؟ لأن درجة الحرارة في السوس مرتفعة نسبيا مقارنة مع المناطق الفلاحية الأخرى الشمالية و الغربية لغير ذلك هذا الشمال الخير الذي جاءت؟ لأن الناس لا يستطيعون أن يدخلوا بشكل عملية القطف ولكن جميع الإجراءات التي عملت الحكومة والمتابعة الدقيقة لهذا الموضوع يوميا بشكل دقيق متأكد الأشخاص الذي يتم باعها، ماذا وصنع، ماذا، التخطيات التي يخرجه لأكسفور، ماذا العدد؟ هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، أنا متأكد في الأيام قال لأنا المقبلة لك تفعلوني ما هيين الخميسي ستسير إن شاء الله نحو أنه يكون إن شاء الله إنخفاض المهم هو أنه الإنتاج هنا نقول لك إلا ما كان شيئا فوقرا يوازي الطلب اللي كان نتظر إن شاء الله فات الشهر الفضيل